عزيزي طلاب الصف الثالث الاعدادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا نطرح عليكم المدارس المتاحة والتي يمكن الالتحاق بها بعد الشهادة الاعدادية مواردة ان شاء الله هنتكلم عن مدرسة مبارك كول ومدرسة مبارك كول اعلنت عن التنسيق الخاص بها هذا العام حتى يتمكن الطلاب طبعا الراغبين في التقديم اليها في البدء ان هم يجهزوا نفسهم في هذا الوقت الحالي وذلك لان التقديم الى هذه المدارس سوف يبدأ في بداية شهر يوليو يعني التقديم فيها يبدأ من بداية شهر سبع ان شاء الله لذلك لابد ان يعرف الطلاب المتطلبات في هذه المدرسة بالاضافة طبعا الى المستندات المطلوبة وغيرها من الشروط الاخرى مدرسة مبارك كول نظام الدراسة في المدرسة دي بيكون مختلف عن المدارس الاخرى لان الدراسة فيها بتكون حوالي اربع ايام في الاسبوع فقط يعني الطالب بيحضر في المدرسة اربع ايام في الاسبوع اما في باقي الاسبوع فبيبقى عبارة عن تدريب عملي بيتم دراسة الجزء العملي يعني بيحضر اربع ايام وباقي الاسبوع بيبقى ايه دراسة الجزء العملي وده طبعا بيكون في ورش او مصانع زي ما هنقول دلوقت ولازه يكون بالنسبة كبيرة في المصانع والعديد من الويرش الاخرى مصانع مويرش بيتدرب فيها الطالب كما انه بالنسبة للمواد اللي بيتم دراستها في المدرسة دوم حوالي ست مواد وعدد الطلاب في الفصل بيكون حوالي اربع وعشرين طالب طب يا ترى تنسيق مدارس مبارك قول في عام الفين واحد وعشرين هيكون ازاي طبعا تنسيق في المدارس ده هو الامر المهم اللي بيبحث عنه الطلاب في الفترة الاخيرة يعني حيث ان التنسيق هذا العام تم تحديده وهو حوالي ميتين خمسة وعشرين درجة وذلك يكون لقسم الاكترونيات يعني هي فيه اقسام وكل قسم بيبقاله تنسيق او درجة حسب القسم نفسه يعني كما ان التنسيق يختلف من قسم الاخر زي ما احنا قلنا كده حيث نجد انه في قسم التكيف بيكون حوالي ميتين وعشرين درجة اما مثلا في قسم الاكترونيات بيبقى ميتين خمسة وعشرين درجة يعني كل قسم بيبقاله تنسيق معين طب يا ترى ايه الشروط المطلوبة في هذه المدرسة بالنسبة للشروط فانه تم توضيحها لكل الطلاب الذين يردون التقدم الى هذه المدرسة حيث ان من اهم الشروط المطلوبة للتقدم في مدرسة مبارك قول ان عمر الطالب ما يزيدش عن 18 عام في بداية شهر اكتوبر طبعا وان يكون الطالب يقدم الطالب شهادة طبية تثبت انه بصحة جيدة ولابد ان يكون الطالب حاصل على الحد الادنى من الدرجات اللي المدرسة طبعا بتطلبها زي ما قلنا ميتين خمسة وعشرين درجة يعني ميتين خمسة وعشرين وبعد كده بيبدأ يقل ممكن ميتين وعشرين لأقسام معينة في نفس المدرسة ده بالنسبة لمدرسة مبارك قول وان شاء الله زي ما قلنا تابع معايا احنا مازلنا في طرح العديد من المدارس التي يمكن لطالب الشهادة الاعدادية عن يلطحق بها كبديل عن المدارس السنوية بعد ان اصبح نظام الدرسة في المدارس السنوية في غاية الصعوبة احنا هننزل كل المدارس المتاحة للطلاب ولو في مدرسة معينة حابق تسأل عنها اكتبها لي في التعليقات ان شاء الله تابع معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته